مساء الجمال لسه شايف فيديو قذر جدا للولد امام عشور فقضت اللبس تقريبا كان بيلعبه مبارا ضد الناد الاهلي من ساعات والولد عمال يغني اغاني بيشتم في الناد الاهلي بالفاظ قذرة الولد ده قذر ومش متربي اللعب مش على زي مالك على فكرة اللعب على اتحاد الكورة والوزارة الرياضة وزارة الشباب والرياضة لازم تاخد قرار في ولد زي ده الولد ده يتشطب سنة سنتين يوم ما هيرجع هيرجع مؤدب ومحترم طيب انت كسبت فيه سواب لو ما رجعش محترم يتشطب ويقول في ده يا بقى ده بيعمل لهيب نار بين الاهلي والزمالك والجماهير عيب انا شفت الفيديو بصراحة في ناس بعتت لقيت للولد ده شتم على الاهلي واتكلم يا كابتن ده بيشوف بأن سنتين ثلاثة نجوم كبيرة بطلت كرة زي حالتنا كده اهلاوي وزمالكاوي يكون بطل كرة وييجي يطلع في برنامج يقول لك ايه ده الاضواء غايبة عني لا انا دلوقتي مش مشهور زي الاول طيب انا اهلاوي طب هشن في الزمالك يروح طالع في برنامج شاتن في الزمالك او مقطع في الزمالك تقطيع ياخد عليه سوكسيه مواقع النادي الاهلي تقول عليه بطل ومواقع نادي الزمالك تشتمو هنا اسمه تقال وهنا اسمه تقال فتشهر رجع تاني يعني للشهرة وكمان زمالكاوي يطلع يقول لك ايه انا الشن في الاهلي او المشن في الاهلي جاء الزمالك يقول لك ده البطل بتاعنا وجامهير الاهلي والمواقع تشتمو وترد عليه فالموضوع بقى لازم فيه سيطرة لازم الاعلام يوقف الناس الكبيرة دي يشطبها انها تدخل ولد زي ده يتشطب عن اللعب نادي الزمالك او نادي الاهلي لما لعب بيغلط عندهم ما يقدرش يشطبوه لان هم مدين وملايين فلازم ياخدوا منه يقول لك ده تمال الاحتراف يا عم هنعجبه او بس يلعب لانما الولد ده لازم من اتحاد الكورة او من الوزارة ان الولد ده يتوقف يتشطب لان الولد ده اخطاءه كتير غلت كتير قوي غلت في بدر بنوني اللعب المحترم المغربي غلت في ولي السيمان اللي ولا ضربوا بعد مطش الاهلي غلت في نادي المصري في مطش المصري لانا فاكر لسه في اول الموسم بعد ما رجعوا من مطش الاهلي بعد يابق سبعين ثلاثة لقيتوا بيجرى ورا لعبة المصري بيضربهم الولد ده ناشئ طب بعد سنتين هيعمل ايه هينزل الملعب بقى مع سنجة ومطوة الولد ده في منتقلة الادب لازم يتحاسد ترجمة نانسي قنقر